تحية طيبة لكم مشاهدين ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الأسبوع الاقتصادي نناقش في حلقة اليوم التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية بطالة تجاوزت 10% على الصعيد الوطني و30% في بعض المدن وتضخم نسبته 6.8% فيما ارتفعت دين العام وضعفت دينار وتزايدت المطالب الاجتماعية وتزايدت ضغط أيضا من المقردين الدوليين لخفض الانفاق والبدء في إصلاحات لا تحظى بالشعبية نناقش في الجزء الثاني من البرنامج أهداف القمة الروسية الإفريقية التي تصدفها مدينة سوتي يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أكتوبر الحالي تحت الرئاسة المشتركة لرئيسي مصر وروسيا بمشاركة أكثر من أربعين زعيمة دولة إفريقية وأكثر من ثلاثمائة رجل أعمال من روسيا وأفريقيا موضع نناقش هنا في الأستوديو مع كل من ناسيمة وهبل عثامنا الأسادة أسادة الاقتصاد في جامعة باريس عشر أهلا ومرحبا بك نادر حداد المستشار الدولي بقاعة التدور والخبير في شؤون السيادية أهلا ومرحبا بك محمد الألفية الخبير في الاقتصاد السياسي أهلا بك قبل أن نبدأ النقاش نتابع تقرير التالي ثم نعود لمواصلة النقاش في مكاتب الاقتراع كان تحسين الوضع الاقتصادي من أولويات العديد من الناخبين التونسيين لدينا نسب بطالة مرتفعة علينا تحسين الوضع الاقتصادي لذلك نحن بحاجة إلى رئيس يعمل كثيرا على الجانب الاقتصادي نجمو نكونوا خير برشا من توا عندي أمل لدينا برشا شباب يحبوا تونس يحبوا يقعدوا في تونس ما يحبوش يمشيوا للبرة فما برشا برشا من صحابي برشا من العبيد اللي يقروا معايا في الفاكلتة يحبوا يحبوا يحلوا مشريا في تونس يحبوا يخدموا تونس يعني مش بالضروري نمشيوا لبرة بش نجمو نعيشوا في ظروف بيه الشباب هم أول ضحايا البطالة حيث تخطت نسبتها الثلاثين بالمئة وهو ما يعادل ضعف المعدل الوطني الذي بلغ بدوره الخمسة عشر بالمئة أما نسبة التدخم في البلاد فتجاوزت الستة فاصل السبعة بالمئة وهو أعلى معدل منذ تسعينيات القرن الماضي فبات من الصعب على الكثير من العائلات التونسية تخطية نفقاتهم لكن من أجل إنقاذ البلاد من شبح الانهيار الاقتصادي تعتمد تونس على السياحة التي تمثل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فقطاع السياحة بات يتعافى من هجمات عام 2015 إذ ارتفعت إرادات القطاع بنسبة 42% مقارنة بالعام الماضي ما يعتبر رقما قياسيا منذ اندلاع الثورة مؤشرات تبشر بالخير إلا أن معدل النمو يشهد ركودا بأقل من 3% فضلا عن عجز في الموازن الذي بلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي فهل سيستطيع الرئيس الجديد قيس عيد إنعاش الاقتصاد التونسي؟ إذن تقرير لكل من فاتم زهر عبقري وفراسكو سابدأ معك نادر حدد إذن كما شاهدنا فيها تقرير تحديات اقتصادية كبيرة تعيشها تونس وتواجهها أيضا بعد النجاح في هذه التجربة تجربة الانتخابات التشريعية والرئاسية قيس عيد رئيس تونس الجديد صوت عليه الشباب البطالة تضرب بشكل كبير صفوف الشباب هل سيتوفق قيس عيد في النجاح اقتصاديا كما نجح سياسيا؟ شكرا ومبروك لتونس هذا الانتقال الديموقراطي السالس أعتقد أن الأستاذ قيس عيد رمزية عند الشباب بلغت نسبة المصوتين على قيس قيس عيد 2.7 مليون و90% الأعمار تتراوح بين 18 و25 سنة وهذا مؤشر جد إيجابي أعتقد أن ليس للأستاذ قيس عيد برنامج اقتصادي ولكن للأستاذ هناك قيمة اعتبارية لدى الشباب وهناك يستطيع أن يوجه الشباب إلى العمل وبناء ثقافة العمل من خلال التوجه إليهم بالخطاب مباشرة لأن الأستاذ لدي القدرة على إقناع هذه الفئة العمرية من الشعب التونسي وليس من صلاحيات رئيس الجمهورية التدخل في الشأن الاقتصادي كما هو معلوم وكما يضبطه دستور الجمهورية التونسية 2014 ولكن أعتقد أن السيد قيس عيد سيكون حامي وضامن للدستور وهذا سيوفر استقرار سياسي واستقرار سيعطيه للحكومة التي هي التي لديها الدور الحكومة ومجلس نواب الشعب المنتخب حديثا كذلك لديه الصلاحيات للإصلاح الاقتصادي لأستاذ قيس عيد الخارجية يستطيع العمل على برامج الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز أو جلب المستثمرين تراجعت هذه الاستثمارات المباشرة في تونس خلال السنوات الأخيرة نسيمة وهب هل بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس هل ستتمكن الحكومة والرئاسة في تونس من اتخاذ ربما خطوات عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد التونسي المتعثر حاليا في حقيقة القول الاقتصاد التونسي عانى معاناة كبيرة لما كان زيل عبدين بن علي في الحكم وكذلك مع ثورة الربيع العربية تبدأ من 2011 فلاحظنا أن هناك تدهور هناك تضخم اقتصادي كبير جدا في تونس لكن هناك نقاط تحدث عنها الرئيس الجديد قيس سعيد والتي ذهبت إلى الصميم الاقتصاد التونسي رغم أنه ليس خبير لا بشؤون السياسية ولا بشؤون الاقتصادية خبير في القانون الدستوري لكنه تحدث عن بضع النقاط التي في نظري أنها تساعد جدا وتعتبر لها أهمية كبيرة من أجل إنعجل اقتصاد التونسي منها ذكر البدء من المناطق البعيد عن العاصمة تونس فحكم الذهاب من المحلي إلى المركز يعني لا مركزية القرارات السياسية والاقتصادية فاقترح كذلك بصفة عامة طبعا وهذا سنرى بالأيام المقبلة إن كان يمكن تطبيقه هو ولا لا أن السكان المناطق هي التي ستختار النواب وسيحسبون على الأعمال التي سيقومون بها وعلى النتائج التي ستوفى بعد تطبيق مشاريعهم طبعا وكل منطقة ستولى لها أهمية حسب الاحتياجات وأنا من نظري هذا هام جدا لأنه لا نعطي ميزانية لمنطقة معينة أو لمدينة كاملة من أجل تسيير مشاريع معينة وإنما نذهب إلى مشاريع صغيرة أو يمكن احتياجات خاصة للمواطنين والمنطقة بشكل عام من أجل تطوير هذه المنطقة طبعا سيكون هناك مناطق كثيرة في تونس ستنتعش إذا تبعت هذه الطريقة نقطة ثانية التي تحدث عنها قيس سعيد هي التعليم طبعا نسبة التعليم في تونس نعرف أنها من بين الدول العربية الأكثر الشباب تونس من أكثر شباب تعلما في الوطن العربي ونسبة البيطة أيضا في صفوف الشباب في صفوف الشهدات المرتفعة نعم فهو أراد أن يجعل من التعليم هي الظرر الرئيسية من أجل تطوير الاقتصاد وإذا نظرنا لكون لنظريات الاقتصادية من نهاية الحرب العالمية إلى غاية الآن التعليم له دور أساسي ومهم جدا في تطوير الاقتصاد لمعظم الدول رأينا مثلا سنغافورة رأينا كوريا الجنوبية أمثلة تعطينا فعلا رؤية واضحة لمدى إمكانية التعليم في تغيير المحر الاقتصادي لمعظم الدول محمد الألف كما أشرنا إلى ذلك الشباب هم الفئة الكبيرة التي صوتت للرئيس التونسي قيس سعيد نسبة البطالة في صفوف الشباب خاصة حاملية شهادات العليا نسبة كبيرة جدا ومرتفعة جدا كيف سيتمكن الرئيس الجديد ومعه أيضا الحكومة المقبلة من مكافحة هذه المعضلة معضلة البطالة خاصة لدى الشباب إذا كنا بنتكلم عن مشكلة اقتصادية فخلينا نقول ناكس الأمر نجاحه السياسي ينجح النجاح الاقتصادي الحق أولا هو مطالب أولا أنت تعلم أنه نسبة كبيرة أنه النهضة صوتت له بعد سقوط مرشحها السلفية الجهادية صوتت له بعد سقوط يعني ما كانش لها مرشح واضح السلفية الجهادية لها مطالب خاصة تصرحاته بلسان السلفية الجهادية فيما يخص بعض القضايا الدولية يفشل عمله لكن عليه يفشل عمله الإقليمي والدولي لكن عليه أن يجتزب ثقة الناس أولا داخل تونس وكيف يجتزب ثقة الناس هو أستاذ قانون دستوري أولا في قضايا ملحة جدا داخل بتمس ثقة الشعب التونسي وهي قضايا قضائية وهو أقدم نفسه على أنه رجل قانون وهو أستاذ قانون يعني لا أحد ينكر عليه طبعا أستاذيته في هذا الأمر أولا عندنا قضايا معلقة في تونس هل هو الذي القدرة على فتح الأمر بفتح لجنة تحقيق في الجهاز السري المسلح لحركة النهضة هذا رقم واحد هذا أمر لازم هذا قانوني قال إنه لن يتدخل في القضاء هذا ليس هذا ليس هو قال أنا جئت لأحقق العدالة والعدل وأنا أستسقن هذا رقم واحد لا بس خليني أولف نقاط معددة على الأقل من الجانب الاقتصادي يعني في ظل هذه الظروف التي تعيشها تونس هل سيتمكن أمرها القضايا المعلقة قضية ده تستاختبار له أمام الشعب التونسي قضية اختبار أخرى أين لجنة هل لدي القدرة على تشكيل لجنة التحقيق في اجتيار البرامي وبالعيد هل لدي القدرة على حل مشكلة أنه فيه غرامة بمليار دولار موقع على تونس وتم الحجزة على بعض ممتلكاتها هنا في قضية البنك الفرنسي التونسي دي ثلاث قضايا اختبار للرئيس الجديد ندخل على الشرط الاقتصادي ده الاختبار بما أنه نجح سياسيا بأكثر من 70% هل سي نجح اقتصادي نقيده؟ هذا نجح انتخابي بعد إذنك هذا لا يبد أن نحدد مفاهيم الكلمات ومعانيا نجح انتخابي يعني نجح سياسي فأنا بقولك التست السياسي في الثلاث ملفات اللي أنا قلتهم ندخل على الاقتصادي معروف تماما لدى كل التونسة اللي هم محترفين للعمل في داخل تونس ما هي احتياجات البلاد من الطرق من الكباري من الانشاءات من الصحة من التعليم يعني كل ده أكيد موجود في دولاب عمل الدولة التونسية معروف احتياجات الدولة صحة تعليم بطالة بالأرقام معروف ودائما يعني مش هيبقى ابتكار جديد أنه يعلن لا معروف ومكتوب في دوائر الدولة التونسية ما هي قدرته على تحريك هذه الملفات وإنشاء استثمارات داخلية داخلية داخل تونس وجذب استثمارات وجذب استثمارات هو عنده الاقتصاد تشكيلة الاقتصاد التونسي متنوعة ويستطيع ولن يستطيع التحرك داخليا فقط هل لديه القدرة مع الحكومة الجديدة أن تقر هذه الحكومة بإطار قانوني منضبط إصدار سندات وأزون خزانة لجذب تمويلات داخلية بالدنار التونسي بريت معتدل لا يرهق حزانة الدولة في حالة السداد لإنشاء مشروعات داخلية لأنه لا بد أن تحدث نموذج تنموي في الداخل تستطيع بناء على نجاحك فيه أن تجذب استثماراتنا الخارج لأن استثمارات الخارج في محيط إقليمي متوتر ومضطرب لا تأتي إلا بتحقيق الأمن لديه مهمة من أعقد ما يمكن وهي إنشاء جيش تونسي وطني وإعادة هيكلته لحماية هذه البلاد تونس بلد تعيش على الأمان الأمان والأمن فيها مهمة جدا عشان تنوع مصادر الاستثمار وجذب السياحة فيها إذا لم يكن هناك جيش وطني قوي تونسي وهو يعمل عليه لا يمكن أن نحقق النتائج المربوة نادر حداد صندوق النقد الدولي وهذه القروضة التي اقترضتها تونس من صندوق النقد الدولي كانت قد أثارت جدلا كبيرا ما بعد الثورة وخلال الحكومات التي تعاقبت على حكم تونس وتم انتقادها بشكل كبير بمعنى تثقل كهل الدولة الآن إضافة إلى هذه الديون هناك مطالب شعبية متزايدة خاصة في المعارضة الداخلية المهمة كيف ستتعامل الحكومة والرئاسة التونسية مع هذين الملفين بالتحديد؟ أول شيء أريد التعليق على ما قاله الأستاذ محمد الألفي فيما يخص الجيش الجيش التونسي والمؤسسة العسكرية هي بمنأة عن أي خصومات سياسية مدنية هذا أول شيء ثاني شيء أعتقد أن نسبة 3 مليون من 10 مليون من جميع المكونات المجتمع التونسي من اليسار وأقصى اليسار التونسي وحتى أعتقد أن هناك حتى من أطراف التي دعت إلى مقاضات حركة النهضة على الجهاز السري قد انتخبت السيد الأستاذ قيس سعيد وهذا بمثابة إشارة أو رسالة إلى القطع مع النظام القديم أو الوجوه التي فيها شبهات تلتسق بالنظام القديم هذا فيما أريد التعليق فيه فيما يخص صندوق النقد الدولي هناك استمرارية الدولة حتى الحكومات التي اقترضت من صندوق النقد الدولي لا تستطيع الحكومة اليوم المنتخبة أن تقطع مع هذه التعاهدات هذا تعاهد الدولي الجمهورية التوليسية هي عضو في صندوق النقد الدولي وقد احتاجت إلى هذا التمويل وهذا الاقتراض في فترة من الفترات ولكن ما نعيبه على الحكومات هو توجه هذا الاقتراض إلى الاستهلاك أو لسدات الأجور وعدم توظيفه في الاستثمار وهذا ما جعل هناك قرارات غير شعبية كانت يتوجب على الحكومة السابقة اتخاذها لم تتخذها ربما لعدم وجود الجرأة السياسية أو ربما لأسباب انتخابية لأسباب انتخابية هذه السعيد والحكومة التي ستحكم تونس هل لها من الجرأة السياسية ما يدفعها الآن إلى اتخاذ هذه الإجراءات غير شعبية أعتقد أن أي قرار سيأخذه عليه أن يلعب الورقة شعبيته مرتفعة جدا الأستاذ قيس عيد وعليه أن يلعب هذه الورقة هذه الورقة ستعطيه لديه شرعية كبيرة شرعية انتخابية كبيرة ثلاثة مليون انتخبوا الأستاذ قيس عيد وهذا يستطيع إقناع التونسيين بأي إصلاح مهما كان هذا الإصلاح مؤلم على عكس تتوقع أن يتخذ قيس عيد هذا النوع من الإجراءات القاسية ربما ربما سيأخذ هذه الإجراءات القاسية وسينصحه مستشاري بلعب ورقة هذه الشعبية المرتفعة لإقناع جميع الأطراف من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة العراف للحد من هذا النزيف يعني من نزيف الاعتصامات والإضرابات التي أنهكت الاقتصاد التونسي على مدى ثمانية سنوات بعد اندلاع الثورة ناسي موهب سمعت إلى مقاله نادر حداد الرئيس التونسي له شعبية كبيرة له شرعية في الحكم هل سيتوفق في تسيير شؤون البلاد اقتصادياً وخاصة إقناع الشباب حملية شهادات العلية دون وظائف بأنه سيتمكن من إيجاد وظائف لهم هذه الحركات الاحتجاجية والاعتصامات خاصة في أكبر ربما شركات البلاد وخاصة شركة فوسفاد قفصة هل سيتمكن من إقناعهم فعلاً؟ تمكن من الإقناع يمكن لأنه أول شيء هو رجل قانون مثل ما سبق الأستاذ الذي وافقه على هذا الكلام أنه رجل قانون يطبق القانون وكذلك عمل في عدة معاهد وكذلك مستشارة في حقوق الإنسان والشعب التونسي اليوم يريد شخص يكون ليس له انتماء للنخب السياسي السابق يريد أيضاً وظائف وعيش كريم في نهاية المطال طبعاً فهناك شيئاً مهمين المشكلة تعاني منها تونس وأغلب الدول العربية هي مشكلة الفساد التي تطال كل تقريباً السياسيين في كل الدول العربية والإفريقية طبعاً فالشعب يحس بأن هذه النخب السياسية تعيش في عالم والشعب يعيش في عالم آخر فاليوم كشعوب عربية نريد أشخاص أن نضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة أشخاص لا يبعثون أولادهم أو هم نفسهم يتعالجون في الخارج بينما هناك مستشفيات لابد منها أن تطور في الدول لا نريد الشعوب العربية سنتحدث سنوصل للحديث عن هذه المقترحات ولكن بعد فاصل إخباري قصرت من عود لمواصلة النقاش حول تونس ولكن أيضاً حول القمة الروسية الإفريقية التي ستحتضنها مدينة سوشيا روسيا يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أكتوبر القادم ابقوا معنا أهلاً بكم مشاهدين من جديد في الجزء الثاني من برنامج الأسبوع الاقتصادي نواصل للحديث في حلقة اليوم عن تحديات الاقتصادية التي تواجه تونس بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وكنا قد توقفنا في الجزء الأول من البرنامج مع الوسادة سيموهاب العثامنة بالحديث عن تونس تحديات اقتصادية كبيرة معدلة البطالة في ارتفاع تهميش للمدن الداخلية لم تأخذ فرصتها وحظها من التنمية في تونس هل الرئيس التونسي الجديد قيس عيدة الإمكانيات الاقتصادية والمالية من أجل مكافحة الفقر ومكافحة الفساد وإنعاش الاقتصاد التونسي وخاصة في هذه المناطق الداخلية المهمشة الإمكانيات المالية هي محدودة جدا في تونس كما لكل يعلم فعلى الحكومة الجديدة بقيادة قيس عيد أن تقوم بالإصلاحات الهيكلية المناسبة وكذلك كما سبقته أن ذكرت وضع الرجال المناسبين في الأماكن المناسبة وبما أنه تحدث عن التنمية المحلية واللا مركزية في القرارات والاستثمارات في الدولة التونسية فهذا شيء مبشر بشيء جميل في المستقبل إذا تمت فعلا وضع في الواقع وعود قد وعدت بها أيضا الحكومة السابقة إن قيس عيد لم يريد أن يوعد الشعب التونسي بأشياء لا يستطيع أن يقوم بها عكس ما قامت به الحكومات السابقة فترك المشروع الاقتصادي أن يترك القرار للشعب فهنا نحس بأن هناك فعلا نية بأن يستمد قراراته الاقتصادية من قلب الشعب التونسي وهذا يتغير تماما عن المنهجية التي قامت بها الحكومات السابقة في تونس وفي الدول المجاورة فالشعب هو الوحيد الذي يعرف ما هي المكونات المجتمع أصلا ما هي المناطق التي تحتاج أكثر من مناطق ثانية وحكينا عن المناطق التي تبعد عن المدن يعني من المناطق النائية التي بحاجة استثمارات بحاجة هياكل بحاجة مستشفيات لم يتحقق أي شيء منذ الثورة إلى حد الآن لم يتحقق ولكن ما يمكن أن بطريقة مضمون ما تحدث عنه قيس سعيد هو النظر إلى هذه المناطق واعتبارها كمحور للتقدم الاقتصادي للدولة التونسية فنلاحظ هناك ذهاب من الأساس من العاصمة والمدن الكبيرة إلى المناطق النائية التي يرى فيها أن يمكن بتطوير هذه المناطق يمكن تطوير السائر البلاد وهذا ليس بخطأ إذا تم فعلا وضع القرارات السليمة ورجال السليمين في الأماكن المناسبة محمد الألف ضغوط شعبية متزايدة في تونس منذ الثورة منذ سقوط نظام بن علي مظاهرات واحتجاجات في جميع المدن التونسية إغلاق ربما للعديد من الشركات هروب لرؤوس الأموال اليوم هل هذه هي الحكومة المقبلة في تونس مع رئيس جديد هل ستتمكن من إخماد هذا الغضب الشعبي وتوفير لقمة العيش الكريمة لجميع تونسين خاصة الشباب منهم من صوتوا على قيس سعيد هو جميل جدا أن نتحدث عن كيفية توفير لقمة العيش والسؤال سيكون كيف بالفعل وكيف لابد أنا قلت في التعقيم السابق أن احتياجات الدولة التونسية معروفة من مشروعات وخلافة لابد من بدء تشغيل فوري لأوراش عمل لتشغيل الشباب وأوراش عمل 24 على 24 يعني تلاتة شفت كل 24 ساعة علشان تخفض نسبة البطالة وتعيد توظيف القطاع المقاولات في الداخل وبالتالي تشغيل 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 كافة القطاعات لأن في 72 حرفة 72 حرفة تقوم إلى عندما يقوم القطاع العقاري هناك شركات حكومية شبه مفلسة يعني وظائف وهمية هل سيتمكن من إتخاذ هذه القرارات الجديدة عملا؟ يستطيع يستطيع إذا أرى إذا توفرت لديه الرغبة ولكن أيضا من أجل أن يتخذ هذا القرار لابد أن يصدر يستغل إذا كانت الشعبية هذه حقيقية وده تستل الشعب التونسي نفسه على فكرة مش للرئيس التونسي هما لهم الاتنين إصدر سندات وأزون خزانة بالدينار بالريت معتدل بالدينار التونسي بالعملة المحلية المترجم وتقدر أن أنت تقوم بتمويل هذه الإصدارات منها مش هتقترض خارجيا هتقترض داخليا وهتوظف وهتفيد الناس بالريت أو العائد هينفقوا داخل الدولة التونسية والمشروعات هتتم وبالتالي تقدر تكون بتحرك نفسك ذاتيا وتحقق تجربة نجاح تستطيع بناء عليها إعطاء الاطمئنان للمؤسسات المالية الدولية أن هناك بنية تحتية تنشأ أن هناك دولة تتحرك أن هناك نحن نرحب بالاستثمارات بناء على تجربة نجاح يأتي نموذج وده أعتقد ممكن يكون نموذج لبناء الدولة التونسية الجديدة بعد يعني أعتقد ما يقرب من عقد من الفوضى وعدم الاستقرار والكل خائف من اتخاذ قرارات خوفا من غضب الشعب لكن في النهاية من صندوق الاختراع أيضا في النهاية الناس مش هتاكل من صندوق الاختراع في النهاية الناس هتكفر بكل السياسيين وكل الأنظمة الناس تريد الخبز تريد الأمن تريد الخبز تريد الوظائف تريد مرتبات لن يطعمهم لن يطعمهم لا حرية ولا ديمقراطية ولا شعارات جوفها القصة من يستطيع أن يقوم ببناء الدولة التونسية هو من سيدعمه الشعب التونسي سواء كان قص عيد أو غيره حتى لو كان رئيس حكومة ناجح يعني وزارة ناجحة وانت مش محتاج انت محتاج جنود مدنيين يعني وزراء بصفة جنود مدنيين يخدموا الدولة التونسية والشعب التونسي اللي هو احتياجات وضغطة على أي سياسي موجود في منصبه وحتى لو كانت هذه القرارات حضرتك ستنهي شعبيته ولكن علي أن يتخذها ليس من أجل نفسه أو من أجل حزب ولكن من أجل الشعب التونسي ومن أجل استمرار الدولة التونسية من أجل جزب ثقة المؤسسات الدولية لكي تدعم هذه المؤسسات الدولية نادر حداد كنا قد تحدثنا عن البنك الدولي عن العلاقات أيضا مع الاتحاد الأوروبي كان لتونس وضع متقدم على الاتحاد الأوروبي على الرغم من أنها يعني وضعت تونس على قائمة ربما الملاذات الضريبية هل ستتوفق الحكومة والرئيس الآن في قلب هذه الموازين جذبة التي استمرت إلى تونس يعني على الرغم من الأوضاع الاقتصادية لها الشحالية طبعا ليس للرئيس الدولة سك على بياض يعني هذا ستكون هناك يعني محاسبة أولى في أول مئة يوم ثم ستليها المحاسبات وكمعاقب الشعب التونسي السياسيين بعد الثورة يستطيع معاقبة يعني غيره من السياسيين الجدد في حالة الفشل بالنسبة لي بالنسبة لي الوضع مع الصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تونس لديها ديون جد مرتفعة وستبدأ في سداد الديون المتخلدة بالظمع وهي في شكل سندات من يعني من سنة من سنة القادمة الفين وعشرين في شهر جوان هناك استحقاق بقيمة يعني ثمانمائية مليون دولار وهذا مبلغ مرتفع بالنسبة لي تونس يعني على عكس العديد من البلدان هناك كذلك في سنة الفين واربعة وعشرين هناك استحقاق يعني جد مرتفع تقريب اثنين مليار دولار لرجاعها وهي كذلك في شكل سندات هذا سنجعل المستقبل أن يحدد إن كانت هذه الحكومة القادمة ستفشل أو ستنجح في القيام يعني على كل حال هناك ضغوط من المقردين الدولي لاتخذ إجراءات وإصلاحات ضرورية طبعا سيلتزم بها على كل حال طبعا سيلتزم بها على أي حال لأن هذه الإصلاحات هي إصلاحات جوهرية تخفيذ من الإنفاق الحكومي من عدد الحكومي هذا أمر إصلاح أيضا الشركات العمومية شركات مفلسة في تونس كيف يمكن أن نفهم أن تفلس كبرى الشركات في تونس هذه الحكومات كانت فاشلة إلى هذا الحد لأن هناك مشكلة لأن الاقتصاد التونسي هو إبريد يعني له اقتصاد متحرر وهو اقتصاد رأسمالي وليس بالاقتصاد الاشتراكي هناك مشكلة أن الدولة التونسية تتدخل في العديد من القطاعات لدي ثلاثة بنوك عمومية وهذا ما يثق الكاهل كذلك الدولة وهذا يعني ما يجعل الموظف بالألاف وهمية في شركة في الخطوط التونسية هناك يعني هناك العديد من الاصلاحات التي يجب القيام بها وهناك حتى يعني يعني الإصلاح الشركات وبيع هذه الشركات أنا لا أعرف لماذا الدولة لازال تستحوذ على هذه الشركات الدولة حسب يعني منظوري من من وجهة نظر اقتصادية على الدولة أن تكون هي الكافيل بتطبيق القانون ولا تتدخل في الحياة الاقتصادية الدولة لا تستطيع أن تكون هي الطرف هي الخصم وهي كذلك يعني وهي الحكم في اللعبة الاقتصادية على الدولة أن تنظم الاقتصاد وأن تسن قوانين لحماية إن كانت قوانين حماية أو قوانين لإصدار سنادات ولكن على الدولة أن تنسحب من الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص هو سيجعل يعني هو الخالق للثروة الحقيقية وهو سيساعد على خلق رؤوس الموار هربت من تومسو إن كانت داخلية أو حتى أجنبية تراجعت نسبتها كيف يمكن أن نقنع اليوم بالعودة إلى تنسو لإستثمار هناك تحسن يعني أمني مشهود منذ بعد الاعتداءات 2015 الاعتداءات الإرهابية وهذا كذلك أثر على ميزانية الدولة يعني هناك تراجع في القطاع التعليم والقطاع الصحي لأن إنفقات الدولة أصبحت موجهة يعني لمحاربة الإرهاب لذلك يعني هذا القطاعين الأساسيين منذ الاستقلال كان قطاعان يعني يعني الذين يستحوذان على أكبر نسبة من الميزانية اليوم هناك تراجع في الاستثمار في الصحة والتعليم لأن كانت هناك تهديدات على الحكومة القادمة إقناع المستثمرين الجدد أن هناك تحسن أمني يعني تحسن أمني ولو نسبي ليست هناك اعتداءات إرهابية في تونس يعني ليست هناك قد تفي يعني الجهات الدائنة وخاصة الدول التي كانت قد وعدت تونس بتقديم بعد المساعدات والديون قد تفي بوعودها وخاصة دول الخليج من هنا ننتقل إلى المملكة العربية السعودية والإمارات محمد الألفي زيارة لرئيس الروسي بوتين غير مسبوقة لهتين الدولتين تتوقيع اتفاقات بمليارات الدولارات نعرف نعرف جيدا يعني هذا تقارب بين روسيا وإيران ولكن على كل حال مدينة سوتي تصدي في 23 و24 من هذا الشهر قمة أفريقية روسية أولى يعني من نوعها يعني في هذه العلاقات بين روسيا وأفريقيا لماذا التهافت الروسي اليوم على الدول العربية والدول الأفريقية برأيك لا خلينا نقول أن كل تكتل دولي أو كل قوة دولية تبحث عن مصالح يعني إحنا عندنا من شهرين كان في قمة اليابان أفريقيا كان في قمة أبلها بشهرين أيضا قمة الصين أفريقيا دلوقتي روسيا الصين أفريقيا بعدها تكون قمة أفريقيا أوروبا مع التحاد الأوروبي الجميع يتجه نحو الجنوب الجميع يتجه نحو الجنوب لسبب أنه هي القارة المستقبل وطبعا نحن تكلمنا في حلقات سابقة عن كل ما تملكه هذه الدولة هذه القارة من مقدرات وصروات طبيعية تمكنها من تباوء مكانة كبيرة وكانت هذه الصروات تذهب كتصدير مواد خام الحياة المشروع الذي مقدمه مصر للتنمية في أفريقيا وتوافقه مع مشروع الاتحاد الأفريقي عشرين ثلاثة وستين هذا المشروع بتعظيم الفائدة من كل الصروات للتوظيف والتمكين في الداخل ومصر لما طرحت رؤيتها طرحتها على أساس أنه يعني وحظت بدعم يعني الرؤية المصرية حظت بدعم الاتحاد الأوروبي بصف خاصة والدول الغربية لأنه قال له هنوطن الناس بدل أن يكون كلهم بيهجموا للهجرة فانت هتعيد مرة الروسية نحو إفريقيا ستمر حتما عبر مصر بما أنها ستترأس أيضا هذه القمة وهي تترأس هناك علاقات جيدة جدا من عشرات السنوات بين مصر والتحاد السوفية السابق ثم روسيا الاتحادية ولكن أيضا ومصر يعود مراقب في الاتحاد الأوراسي لكن خلينا نقول أن روسيا لا تريد أن تكون بعيدا عن مناطق نفوذ خاصة إذا قلنا أن فيه الصين بتمتلك حوالي 70% من ديون الدول الأفريقية وتملك سيطرة كبرة أمريكا بتحاول الضغط بشكل كبير التواجد في إفريقيا عن طريق أفريقوم إفريقيا بدأت تتشكل بشكل كبير وبدأنا نشوف الصراع ما بين على خط في صراوات هذه المنطقة أو التواجد فيها ما بين إفريقيا الأنجلوسكسون وأفريقيا الفرانكوفونية أنت عارف أن أفريقيا الفرانكوفونية التي هي الإنجليزية تحتضن 74% من حجم الصراوات في إفريقيا وهنا الصراع الأكبر الذي هو الكل يتصارع عليه التمكين داخل القرى الإفريقية تمكين روسيا داخل القرى الإفريقية يعدها إلى ما قبل الحرب الباردة في صراع مع قوة دولية أخرى وخليني بس أقول بارغراف سريع يعني في أقل من نص دقيقة أنه كان في اتفاقية زمان في 1916 كان اسمها سايكس بيكو سازونوف سايكس معروف إنجليزي بيكو فرنسي سازونوف وزير خارجية روسيا لما قامت الثورة البلشوفية القوى الجديدة قالت نحن لن ندخل في التقسيم في التقسيم الآن روسيا تعود مرة أخرى لتحصل على حصتها السابقة في مراحل نفوذ بالعالم التي تقترب من الحدود التركية وسوريا وإيران وتريد الدخول إلى أفريقيا سمعت لما قاله دكتور محمد الألف بعد الاهتمام الياباني والاهتمام الصيني والفرنسي تقليديا بأفريقيا اليوم نرى أن روسيا تتحرك نحو الجانب العربي بما فيها الدول الخليجية خاصة وبالتحرك أيضا نحو أفريقيا كيف نفهم هذا التحرك الروسي اليوم أنا وافق تماما للأستاذ محمد الألف لأن أفريقيا أصبحت هي قارة المستقبل من ناحية الثروات من ناحية عدد السكان وإلى آخره لكن بوتين ذكي جدا إذا رأينا أنه خلال من عشر سنوات الفائتة إلى الآن يحاول أن يستغل كل ثغرة في الجيوسياسية العالمية كي يثبت وضعه أول كدولة قوية لجعل روسيا دولة قوية وكذلك اتبع سياسة حسن الجوار مع كل الدول التي يمكن أن يتجاور معها أو أن يحسن على قدر الرغم من اختلاف وجهة النظر ربما خاصة في القضية الإيرانية بين السعودية وبينها هذا لا يؤثر نهائيا على علاقة الاقتصادية لروسيا وشيء مهم جدا هناك أحداث طبعا الأخيرة مثل قضية البريكسيت قضية التبلور قرارات ترامب من صديق إلى خذلان الأصدقاء فيحاول فعلا يستغل هذه الفرصة من أجل لحجد ربما أصدقاء الجدد وجعل الثقة كذلك في روسيا أكبر مما هي عليها من الخذلان الأمريكي إن صح القول فهنا نلاحظ أنه في هذا التقارب للمصالح الاقتصادية أول شيء لأن روسيا هي أيضا دولة ريعية النفط هو الأساس الاقتصاد وهناك كذلك التصدير الأسلحة لكن مرور النفط والغاز الطبيعي من إفريقيا إلى أوروبا وكذلك يمكن اعتبارهم من النقاط الأساسية والغاز أيضا مع الأزمة الأوكرانية وشبه جزيرة الكرم من النقاط التي تجعل بوتين يتحرك تجعل أفريقيا بوتين رجل الكريملين رجل روسيا القوي يتمكن من حجد أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة إفريقية آلاف أصحاب الأعمال سينتقلون إلى سوتي الروسية المشاركة في هذه القمة الروسية الإفريقية الاقتصادية عما يبحث بوتين بالتحديد بوتين أو روسيا تسعى إلى استقطاب البلدين الإفريقية عامة والبلدين التي لديها علاقات متوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يرجع إلى عدة أسباب تركيا تحاول خلق شركاء جدد وشركاء ذات ثقة الأفريقية كبيرة مثل مصر قد ندمت أيضا المؤتمر الأفريقية تركي مثل مصر والجزائر تريد تركيا أن تسترجع مكانتها في العالم وهي الثنائية القطبية على ساحة الجيو الاقتصادية كذلك وحتى أن روسيا اليوم تفكر يعني جديا في التخلي على الدولار لتسعير البرميل النفط وهذا ما تعمل عليه حثيثا مع العديد من الدول منها الاتحاد الأوروبي وهناك حتى زيارات رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات المالية توجه نحو سلة عملات أخرى عوض الدولار اليورو سيكون اليورو هو السلة يعني الأكثر حظا من غيره لتخلي على الدولار وهذا تفاديا لأي عقوبات مالية أو اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية كما شفنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بقطع الإرساليات المالية السويفت على الروسيا الاتحادية وروسيا يعني بنت شبكة جديدة وهي شبكة مير للتعامل البنكي في داخل روسيا وهي تعمل مع العديد من الشركة مثل البلدان الاتحاد الافريقي مثل مصر والجزائر وافريقيا الجنوبية والمغرب لتعزيز العلاقات المالية وتخفيض من وطأ هذه العقوبات الأمريكية التي تكلف الاقتصاد الروسي 8 مليار دولار سنويا نعم محمد الألف يعني خلال هذه الزيرة التي قام بها بوتين لكل من السعودية والإمارات تم التتويج والتنويه بمستوى العلاقات بين البلدين وهذا التقارب بين موسكو والرياض وأبوظبي هل برأيك هذه الدول العربية بما فيها مصر والإفريقيا ستتبع وجهة النظر الروسية في مواجهة سياسات ترامب ربما العقابية في الكثير من الأحيان أم ربما يبقى فقط كلام جميل كلام معصول خاصة في هذه القمة قمة السوتي المقبلة لا خلينا نتكلم بشكل عام لنأخذ الشق الأول الشق اللي هو العلاقات الخليجية الروسية روسيا بس مصدر للأسلحة أيضا للعديد من الدول العربية والأسلحة المتطورة التي تفوقت مليارات الدولارات يعني تصرف من الدول العربية لروسيا ده صحيح ولكن أيضا هي دولة زراعية وهي دولة منتجة للأخشاب وهي دولة منتجة لمحطات الطاقة النووية ولديها دولة متعددة الأنشطة وبالتالي الدول العربية تحتاج أن تعمل مع شريك وهي الدول الأفريقية دون شروط مسبقة أو دون أن يفرض عليها شروط اللولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي لا تتدخل ربما فيها سياسات المحلية في الدول الخليجية أو في الدول الأفريقية لو كمان هي زي ما تفضلت الأستاذة هي بتحافظ على هي الصديق والشريك للكل دون التدخل في الشؤون الداخلية وهي تعتبر الوسيط المحايد في حل نساعدهم ربما تنتهج نفس توجه في مواجهة بدأت الدول العربية بعيدا عن فكرة الاستقطاب السنائي أو الأحادي تعمل على إقرار سياسة التوازن إدخال الصين بشق إدخال روسيا بشق ولن تقطع علاقاتها مع اللولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولكن خلينا أقول حضرتك أنه روسيا بتستعيد مكانتها مرة أخرى وبشكل كبير لأنه هننتقل من يعني كيف قررت اللي هي أوبيك بلس اللي أنشأت ما بين الإمارات والسعودية وروسيا هم اللي كان لهم القدرة على مع روسيا بالتعاون مع روسيا وضغطها برضو في العالم على تحسين أسعار النفط واستقرار الأسواق لم تكن اللولايات المتحدة لما نجي نشوف أنه لما النهاردة بنطلب كدول عربية أو إفريقية أسلاحة سواء دفاعية أو هجومية بنتعرض لضغوط وحتى النهاردة أنت بيتقالك لا ما تستخدمش يعني حتى إذا تعرضت لإعتداء أي دولة في العالم وكان المعتدي صديق للولايات المتحدة والولايات المتحدة هي صاحبة التسليح الذي أنت تحارب به تقول لك لا تقاتله فإذا أتعني أنك لابد أن تموت من أجل اللولايات المتحدة ومصالحها القصة الأخطر التي أصابت المنطقة العربية وحلف اللولايات المتحدة هي تخلي أو زي ما قلت الأستاذة على فكرة خزلان الولايات المتحدة لكل حلفائها حتى في القضايا الاقتصادية حتى في قضايا الأمن القومي حتى في قضايا تتعلق بالصنائيات مع الولايات المتحدة لكن هل سترى ربما الولايات المتحدة بعين الرضا نسيمة قبل نهاية هذه الحلقة هل سترى بعين الرضا هذا التقارب مع الحليف الروسي وخاصة الدول الأفريقية والدول الخليجية التي تتبع وبشكل يعني كبير لإدارة الرئيس ترامب طبعا لا يوجد أي شك أن هناك علاقة تنافس بين ولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وقد لاحظنا رجوع روسيا في منطقة الشرق الأوسط بقوة يعتبر كضربة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية لكن في الوقت الحالي هناك مشاكل كبيرة داخل ولايات المتحدة الأمريكية بخصوص عزل ترامب فأظن أنه الأحرى في الوقت الحالي أن تحل الأمريكية قبل أن يخذ كذلك أصدقاء آخرين وخاصة بعد انسحابها ربما من النزاع السوري هناك أزمات عالقة لم تحل للوقت الحالي وروسيا تحاول أن تضع نفسها في موقع يسمح لها بحل نزاعات بطريقة سلمية بدون أن تخسر أي صديق لا في أوروبا ولا في إفريقيا ولا حتى في الشرق الأوسط فأظن أن الأرجح التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا في هذه المنطقة في هذا الملعب نادر حداد هذه القمة الروسية الأفريقية المقبلة تجادب بين روسيا والولايات المتحدة في ملعب عربي أفريقي هل سينجح بوتين في نهاية المطاف طبعا أعتقد أن بوتين سينجح في استقضاء العديد من البلدان وهذا يرجع كما تفضلوا به لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها صديق في المنطقة وأثبت التاريخ ذلك مع العديد من البلدان التي كانت تصديقها الولايات المتحدة الأمريكية لمصلحة اقتصادية أو غيرها الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ذلك تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الولايات المتحدة الأمريكية فرضت الحرية في العراق بالقوة ودمرت بلاد بأكمله الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتدخل في الشرق الأوسط بالقوة لحل مشاكل بين دول الجوار الفكرة واضحة شكرا جزيلا لك نادر حدد المستشار الدولي بقاعة التدول والخبير في الديون السيادية شكرا موصول لك أيضا محمد الألف الخبير في الاقتصاد السياسي وأيضا ناسي مهابة تمنى وتدت الاقتصاد في جامعة باريس عشر شكرا وشكرا لكم أنتم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة من الأسبوع الاقتصادي ترقبوا حلقة جديدة موضوع جديد الأسبوع المقبل إلى اللقاء